بتكلفة تجاوزت 220 مليار دولار أعلنت قطر عن انطلاق إذن مونديال كأس العالم 2022 المرة الأولى التي يصدي فيها بلد عربي هذه البطولة العالمية لكن في المقابل الأرقام المتوقعة من العائدات طبعا لا تصل إلى رقم ما أنفق وهو 220 مليار دولار حسب التوقعات من المفترض أن تأتي العائدات بتسعة مليارات دولار من أرباح الاستثمارات هذا بحسب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة مونديال قطر كأس العالم من يدفع من يخسر من يربح للحديث عن ذلك بدي رحب الدكتور فرس شابو الاقتصادي السوري دكتور فرس يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا عموما هي صفقة خاسرة اقتصاديا الأهداف ليست اقتصادية من المونديال تحياتي لكم خلينا نقول هي صفقة خاسرة ماليا وليس اقتصاديا لأنه جزء من هذه التكلفة هو عبارة عن بناء تحتية قامت قطر ببناء توسعة المطار بالإضافة إلى بناء مدينة متكاملة بين مدينة توسيل بالإضافة إلى ثلاثة خطوط مترو طبعا هذا الأمر أنا لا أبرر هذا الرقم الكبير ولكن حتى نكون مدركين التكلفة 220 مليار ليست فقط هي عبارة عن ملاعب أو مرافق هي عبارة عن جزء من الرؤية القطرية للوصول إلى عام 2035 الرؤية القطرية وبالتالي بناء تحتية لهذه الدولة طبعا الرقم مبالغ فيها إذا بنقارم مع 2002 كوريا ويابان كانت 7 مليار 2006 في ألمانيا كانت ما يقارب 3 أو 4.3 مليار أيضا في جنوب أفريقيا ما تجاوز 3.6 وفي البرازيل 15 في المليار وفي آخر نسخة كانت 11 مليار في روسيا وبالتالي هناك فرق شاسع جدا ما بين هذه الأرقام وما بين الأرقام التي طرحتها قطر ولكن قطر كانت لا يعني عندما أنا أتكلم عن قطر بالذات لا أتكلم عن الحال العامة هناك تكليف مرتفعة من هذا الموضوع بشكل أساسي ولكن قطر أرادت أن تستفيد من التسويق لنفسها من التسويق لثقافتها من التسويق لما تملكه هذه الدولة التعريف في هذه الدولة التي تعتبر من أصغر دول العالم تقريبا وبالتالي كان لديهم أهداف أخرى غير أهداف المالية وهنا لازم أسألك دكتور هذا الفرق بين مونديال قطر ومونديال روسيا الفرق الكبير يعني نعم قارن بين أقرب مونديالين أين ذهبت هذه الأموال كلها على البناء التحتية أين ضخت هل يمكن تتبع مسارة مثلا فهم أين دفعت هذه الأموال بصرحة بقطر في مبالغة في البناء أحد الملاعب كلفت 13 مليار ملعب البيت يمكن فهذا الأمر نتيجة التقنيات الحديثة المستخدمة نتيجة التهوئة والتبريد وأنظمة البيئة أو الأنظمة المتوافقة مع البيئة هذا الأمر ساهم في زيادة التكاليف بشكل كبير جدا أيضا ساهمت قطر في الحصول على الجودة المرتفعة من كل شيء فبالتالي هذا الأمر كان له تبعات على التكاليف أيضا تكلفة الافتتاح الخيالية والمهرجانات التي أقامتها قطر كان هذا أمر له تبعاته المالية أيضا وبالتالي هناك مبالغة أو هناك مبالغة في الصرف بشكل كبير جدا ليس له مبرر ولكن هذا أمر وقع وبالتالي قطر طبعا هناك أحد التصريحات أنهم في أفضل الأحوال في أفضل الأحوال يمكن أن يحققوا 17 مليار يعني هذا التصريح منهم في أفضل الأحوال يمكن أن تسل عائدات المونديالية 17 مليار وهو رقم لا يتجاوز 10% في أحسن الأحوال من ما وضعته قطر وبالتالي هذا مؤشر أن العملية ماليا خاسعة ولكن عندما قطر وضعت الخطط ووضعت النصب عينيها استضافة المونديال لا أعتقد أن الأمور المالية هي كانت السبب أن قطر لا يوجد فيها تنوع اقتصادي لا يوجد فيها مراكز سياحية بمعنى السياحة يعني قطر في الصيف لا يمكن القدوم لها في شباب ارتفاع درجات الحرارة ولكن هم كانت لهم أهداف أخرى أهداف سياسية قد تكون أهداف اجتماعية أهداف ثقافية بالإضافة إلى أن تكون قطر يعني منارة للعالم أو لتلميع بصراحة قد مستخدمها لتحسين صورة الغرب تجاه العرب وتجاه المسلمين التي يعني القنوات الإعلامية ما لابثت أن تشوه هذه الصورة بشكل كبير جدا طيب في ذات السياق المالي هو يمكن بتعقيب لازم أعرف منك إذا ما كانت نجحت قطر في تحسين صورة العرب والمسلمين من خلال هذا المونديال برجع لهذه النقطة لكن اللي بدي أسألك يا في موضوع الاقتصاد الفيفا تربح الفرق تربح المنتخبات تربح يعني فقط قطر ستربح أم حتى الاتحاد الدولي كرة القدم من الممكن أن يحقق أرباح من الاتحاد الدولي يعني الفيفا يعني يعتبر أكبر عائد للفيفا هو المونديال فمتوقع للفيفا أن تحقق عائد يعني في عام في منديال روسيا ولبان حققت ما يقارب خمسة مليار هذا الأمر يساهم لها أيضا اليوم نحن نتحدث عن أرقام أكثر بذلك بكثير بسبب الوضع في قطر يعني الأرقام مرتفعة ولكن بالمقابل أن الفيفا يقوم بدفع يعني الفيفا يدفع ما يقارب 1.7 مليار للدول بين مشاركات جوائز هناك مبلغ لأعملية تشغيلية لكأس العالم مصاريف تشغيلية ولكنه سوف يحص العوائد مرتفعة جدا هذه العوائد تساهم في دعم صندوق الفيفا الذي يساهم أيضا في تنمية الكرة القدم وتنمية الرياضة في جميع الدول النامية بشكل أساسي ورعاية البطولات الدولية والأكبر العائدات الأكبر دكتور هي من البث التلفزيوني؟ البث التلفزيوني أعتقد أنه سوف تجاوز الخمسة مليار فقط لوحده في هذا الأمر طبعا هناك الحملات الإعلانية هناك الاستضافات التي يقوم بها هذا الأمر كله يستطيع الفيفا منه الحصول على إرادات كل شيء مجرد الدخول إلى الملاعب والتعاقد مع أي شركة التي تدخل إلى الملعب هذا الأمر يساهم مثلا أحد الشركات المشروبات العالمية كانت لديها عقد مع الفيفا بملايين الدولارات فقط لبيع هذا الأمر أيضا بيبسي وكوكاكولا لبيع أو ليكون لديهم مراكز داخل الملاعب حتى يستطيعون بيع منتجاتهم والترويج ومنتجاتهم هذا الأمر يساهم أيضا في ضخ كم كبير من الأموال للفيفا أيضا للمباريات التي تحصل يعني هناك الفيفا له ثلث يعني حجم على ما أعتقد الثلث الثلث من البطاقات هي تعود للفيفا والمنظمين وبتالي هذا رقم كبير جدا بالنسبة للفيفا يستفيد منه في دعم مخزونه المالي وفي تنمية الكرة القدم في الدول بشكل عام أنا سألتك عن حقوق البث التليفزيوني لازم كمان نقول أن الحقوق البث أو النشر على الإنترنت أيضا هذه المرة يمكن هي الأكثر شراسة في مكافحة أي ما ينشر من المونديال خارج القنوات الرسمية يعني يمكن كثير ناس عم تعاني من سترايكات على صفحاتها أو من إيقاف نشر وحضر بسبب هذا الأمر يعني هاي المرة يمكن هي الأكثر قسوة لا شد أي الأكثر قسوة حتى الآن في تجديد أعتقد أن هاي من التهيئة للمونديال كان هناك نوعا ما لأنه من مصلحة أيضا الراعي الرسمي مثلا بي إن سبورت يعني هي ترعى تقديم الوطن العربي ودول كثيرة من المصلحة يكون في تجديد ولو كانت قامت بصرف المبالغ الطائلة لقدرة على حظر هذه المواقع وهذه المنصات من سرقة أو بث هذه المباريات حتى في رأي أنه في برمجيات جديدة أطلقت لمتابعة ذلك دكتور قطر مونديال قطر 2022 يعني سيترك تحدي للمونديال القادم تحدي مالي تحدي اقتصادي هل سيستطيع المونديال القادم أن يقدم ذات الرفاهية مثل ما أشرت أن يقدم ذات حفل الافتتاح إلى أي حد هذا صحيح اقتصاديا وماليا لما ما لمهم لا أعتقد أن هناك دولة تستطيع أن تقدم ما قدمته قطر دعونا نحسبها اقتصاديا يعني الدول التي سوف ترعى في المستقبل للمونديال سوف تفكر ماليا سوف تفكر بالاستفادة يعني عندما استضافته روسيا استطاعت هذه الاستضافة أن تضيف 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو رقم كبير بالنسبة للروس الذي يعتبروا ترتيبهم الثالثة والرابع عالميا أما بالنسبة لقطر فهي ليس لديها هذا الأمر بالنسبة للدول الأخرى فهي لن تتحمل تكليف المونديال إذا كان المونديال خاسر ماليا لأنها تريد من المونديال أن يكون لها نقطة تحول تاريخية اقتصادية مالية وبالتالي لا أعتقد أن هناك دولة قد تغامر بهذه المغامرة التي قمت بها قطر وتصرف هذه الأموال بشكل كبير جدا على المونديال من مبدأ الاستفادة يعني هو بالنهاية خلينا نعتبره بيزنس في عندك ربح وفي عندك تكليف وفي عندك مصاريف أخرى لجب أن تقوم بسدادة وبالتالي تسعى الدول لأن تكون استفادتها من المونديال أكبر من التكليف التي وضعتها في المونديال لذلك اقتصاديا أتكلم لأن الدول الأوروبية على الأقل تفكر في منحة اقتصادي في منحة منطقي ليس في منحة الإشهار والإبهار يعني اليوم قطر كانت تسعى لإبهار العالم لتعريف العالم بأن هذه الدولة الصغيرة المترامية الأطراف في العالم يمكن أن تكون لها أثر كبير على العالم بينما إذا استضافته دول أخرى مثل مثلا فرنسا أو أي دولة أوروبية أو إسبانيا فلن يكون الأمر بهذا الأمر إنها هي دول معروفة وبالتالي سوف تكون التكلفة يعني لا تتجاوز العشرة أو 15 مليار في أحسن الأحوال حسب هدف كل دولة إذن دكتور فراس وختم معك هل نجحت قطر في تحسين صورة المسلمين والعرب بالذات أن وسائل الإعلام كبرى اليوم عم تهاجم قطر حتى في صحف ألمانية نكشت أنه معذرا على التعبير نكشت بس في تطبيق يستخدمه المواطنون في قطر لقضاء حوائجهم في كل دوائر الدولة فصحفي اكتشف أنه عبر هذا الموقع لا يسمح للمرأة بالسفر تحت الـ 25 سنة بدون إذن ولي أمره فهذا اللي مهتمين فيه بعض الصحف يعني من جديد هل يبدو أن قطر نجحت في تحسين هذه الصورة أم أن هذه الصورة ما بتتحسن شو ما عملنا إذا هيك بديوا نحن خلينا نكون على نفرق ما بين مستوى رسمي ومستوى شعبي على المستوى الشعبي أعتقد أن قطر منذ الوفود التي زارت قطر من المؤكد أنها سوف تحمل هذه الرسالة التي حاولت قطر تقديمها أما بالنسبة على المستوى الرسمي فأعتقد من مثلا دينوارك وفرنسا وبريطانيا هي لا تريد تقبل هذا الموضوع يعني هم أجهضوا ستين مليون هم نسبوح لديهم الإجهاض وهناك ما يقارب ستين مليون طفل تم إجهاضه وينما هذا الأمر ممنوع تماما لدى العرب والمسلمين هم لا يتحدثون بهذا الأمر هم يتحدثون عن أمور تخص ثقافات تخص تقاليد تخص معتقدات لا يدركون ليجب أن نحترم ثقافتهم بالمقابل لا يحترمون ثقافتهم هذا هو الأمر هذه المشكلة بالنسبة للمجتمع الغربي أو العلمانيين أو هذه الموجهية تحاول إجهاض طبعا وراءه اللوبي الصهيوني وراءه جميع هذه المؤسسات لا تريد ظهار العرب على حقيقتهم أنهم أناس متحضرون لديهم ثقافة لديهم قيم لديهم أخلاق وليس كما صورهم الإعلام أناس غوغائيين ليس لديهم فكر عبارة عن صحاري مترامي عبارة عن خيم لا العرب متقدمين جدا ولكن يراد رسميا تعتيم على هذا الموضوع ولكن أعتقد أن شعبيا من زار خطر فقط ولو كان يحمل أي فكر سوف يغير من هذا الفكر بشكل فوري نتيجة المعاملة لنتيجة ما سيراه فقط بدون تدخل أي شيء آخر دكتور فراش شعب والاقتصادي السوري شكرا جزيلا لك كنت معنا بستوديو الصباح من راديو أوريان شكرا جزيلا شكرا لكم